لك خير يا سيدي خير شوفي بعدت ورايي تخرب بيتك فايت عبايكي لك كديش ولا لك اجتنا اخبار من فوق انه السيدة الاولى جاي تزور المشفى بتكن ضبطه المشفى وتقلف طولنا اياه عالحارك يلا يعنصو مين السيدة الاولى حرم سيادتو بس المشفى والله يا سيدي وضعت عبان كتير يعني ابتتزبط بيوم وليلي واستقف عبشر شربي والحيطان منفشي والبواب مصنجي بدها اعمار من اول وجدي لك اول حالية زلمة في روضة جنبنا بناخدها وبنعملها مشفى بيخلص المشهد قصدي الزيارة ايه والله جبتها بتكون الروضة مزعينة ومرتبة وفيها حديقة وامورها تمام ليك معناتها بتروح بتشحط كل شي بالروضة وتحطهم بالنظارة عنا مؤقتا ها ليروحوا يفضحونا وبتجيب لك كم واحدة من صبايا العطاء لبسوا نعملوا الممرضات والذكاتة والحرس خد رفقاتك في هذا رفيقك اللي كت شو كان اسمه شو كان اسمه لك هذا ضعيط امسيات اخدته عالبيت ضرب للجاجات ابر من شان الانفلونزا هذا عمله دكتور اذا اضطر الامر بيعرف يضرب ابا والمريض خليه من جماعتنا اده هنقوله وشه بكريم ليبين مرضان وحطه جنبه فواكه وعصير طبيعي يلا عالصريه نفروح نفز ولا امرك سيدي ولك تعال اقل اكتعا امرني سيدي وصي للولاد ما يقول الفواكه والعصير بعد ما تخلص الزيارة بعرف هالحركات جيبولي اياه الهون ديروحوا انقلوا يلا امرك سيدي ناصر 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 طيب ليش بتكسر الاراضي والشجاب اللون كيف بده يصير فيها خنزرة الشغلة لكا واحيانا المقولة تنطبع الاسد كمان مو بس على الخنزة تلون حيوانات بالنهاية السيدة الاولى سيدة الياسمين والصبار والشفلح كانها نسيانة انو حارتنا ضيئة ومنعرف بعض فقامت بشكل مفاجأ وغريب وبدوم الملأمن والمخابرات بزيارة طفل مريض بالسرطان يعني على قد ما كان الموضوع غريب وغير مألوف فقط المستشفى كان غريب وغير مألوف كمان وما بيشبه ابدا مشافي الوطنية الفخنة عالية الجودة اللي عنا بالبلغ ولكن وكونه نحن بلد ديمقراطي فمعارضين بيضلوا ينطقضوا عالطالع وعالنازله وشو معملة خير او اعمال انسانية ما رح تخلص من لسانهم فقعدوا ينطقضوا زيارتها ويطعنوا بانسانيتها تخيل قال شو قالوا بعد ما تسببت عائلتك يبقتل اكتر من مئة الف طفل وتهجير اكتر من مليونين جايه هلا تفرجينا انسانيته يا حرام عليكم شو بتحبوا الطعن والزن بتقول هنه اللي خربوا البلاء لك بتقول هنه اللي جابوا روسية قتل الاطفال ايوه ايوه لا عمس هنه اللي جابوا روسية تمام بس هذا لا يعني انو تشكوا بانسانيتهم وننسى كل الاعمال الخيرية ومسيرة تطور كان عم يغسلو لكم البحر بالسطر شو قمكم شعب ظنان وما يبين فالشغل بالمنيحة فوق ما طالع المخلوقة الحلزونية الشكل تعمل جولات انسانية تتفقد الرعية يعادت ما سخروا عليها ما تخافوا الله يعملكم مثله ولا يكون لانو درعة محاصرة عم يقصفوها ويقتلوا اطفالها وهي جاي تتصور مع طفل مريض بالسرطان واضبيطة علينا انسانية مزعوجين انتم مخلوقة شاطرة والازدواجية اعملوا مثلها لك يا خي حلال عالشاطر ولا بتكون ياها تقطع على الفوتو سيشن تبعها وما تنزل اشياء على السوشيل ميديا كرمالكم وكرمال درعة مثلا وما تتصور وهي عم تعمل شغلات كويسة وانسانية عندكم كاميرات بدرعة شيء اذا عندكم كاميرات هلا بتركب الدبابة الزهرية تبعها اللي بتضرب خزائف سلام وفتجيكم بعدين لا تتهموها بالتناقض موضوع حصار درعة مالو بايدها بايد زوجها الموضوع انه بتقاس مينه هو بيوسع هي بتلمع وراه هو بيجتمع مع الروس بنهار وهي بتجتمع بالليل هو يحاصر ويأتو الاطفال بدرعة ويتصور مع المرضى والمصابين يعني بكرة بس يهجروا اهالي درعة ويعم السلام فيها ويصير في كاميرات عندهم تروح تتصور مع المصابين اللي يضلوا ولا كيف رح يصير خنزرة بالموضوع عزيزنا المشاهد وعلى سيرة الخنزرة تذكرنا روسيا الروسيا عامل مونديال بس على طريقتها الخاص اللي وهو مصابقة الدبابات وكون سوريا صارت تعتبر ولاية روسية مناصفة مع ايران لازمة تشارك يعني مو حلوة بحق السيادة الوطنية فإيجا جيجا ابو شحاطة نقالوا اربع خمسة شاحيط هينخبة تبعون وبعتهم ليشاركوا مع كم حريف تطبيل ودقدر بكة ليكونوا جمهور واللي ما بيشجعوا بحرارة رح يفل جولعوا بس ليرجع على سوريا المهم الشباب رقبوا الدبابة وقالوا يالله جمهور متحمس تقول نازلين يحروا الجولان مهي وبعد عناق شديد فازوا المرتبة الاولى بالنهاية شباب خبرة يعني صلونا عشر سنين عم يحاربوا اعداء العالم من مدنيين ومواطنين وشعب اكيد رح يفوزوا ويبيضوا وجهنا بس يشاوه لما توصل الاخر مضمار لا تعفشوا الحوارج الحديدية ترى انتو بروسيا مانكم بسوريا وهدو اللي عندو من هي اللي بتعمل تشك تشك وتصوي مش عرفتكم فلا تسود وجوهنا قدام العالم انشان المصاري لا تحكيلوا للهن لما بترجعوا اكيد الحكومة رح تحاسبكم بشي جائزة لا تقلن ست سبع تالاف ليرة سحارت بردقام من هدول المعرمين على جهودكم واحراسكم من المركز الاول يا رطيف الرطيف تستشت من المي تستشت تستشت لا حول ولا اهلين ناصر ام 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 شفت الحلفية عم تسلسل المي عبتني المي ليك تستشت من المي يلا بس نخلص دراسة تكرم معينك هلو عم تدرس كنت ادرس قبل يا حبيبي كنت ادرس وتخرج وكنا جوّزنك وفرحنا فيك مو هلا جايت درس هلو جايت درس هلا جايت درس قيش ومشكة بالقصة يعني بتعطي لي المظاهرات والحرية ما بعرف شو انتاك النايز شو يلا علام مظاهرة تركنا الدراسة والجامعة بسبب الحوارز والجوية والسياسية والمحسوبيات هلا ما عطر لب المحسوبيات فلايك ابوكو جدا. فلايكو نايكو. كان يمشي شابتون كلها ياتا. الايج ما بتحبها. بوصة وديالية بالكسر. هلا زيت اعمل لي فقا في هادا الفارة الفارة شو اسمه كان. بتحكي عنه يعني فلسفة. جيفارة. انا بحكي عن جيفارة انا لك لا جيفارة ولا محمد عبدالغفور ولا شي. كل القصة وما فيها ليش تحت تخاطر بحياتي وروح عمرو على حواجه ازا ما بعرف حال ازا بوصل ولا ما بوصل من شان شهادة اصلا يعني شو بديل ليك? متل. يه? متل ما عامل لي? شو الحك. لك كنت صبر على الحالك شوي. صبر على الحالك شوي. كنت خلاش من جامعة محترمة منيحة. لك ومجانية ومعترف عليها كمان. محترف عليها. طبعا. ليلي ضايع عينك مش هانا الميتين دول اللي عم باخدهم ابوي كل كل فصل. ليلي ضايع عليك عيونك مش هانا? انا بخبي لي ياه. وبتقل لي مجانية ومعترف عليها. لك لا معترف علي ولا شي. لك اصلا النظام ما معترف عليها شهادة نفسها. وان كان بدك تاخدي شهادة بدك تحطي اكتر ميتين دولار خمسة عشر الف مرة. من شان شو رشاوي ومحسوبيات وطرميز عسل لهالدكتور. ايه. وكيرو صابون لهالدكتور. وعم قل لك شي بوجع القلب. وان كان ولابد وكان معك قرشين واخدت الجامعة. وبدك افتحي لك مشروع لحالك. بتحطي راس المال كلياتو. ولا المالية. ولا البلدية. ولا النظافة. ولا المي. ولا الكهرباء. وبراطين هون محسوبيات من هون. وان كان ولابد وان كان ولابد. وبدك تتخرجي وتشتغلي بشهادتك. بدك تشوفي بدول الخليج. وطالبين موصفين مشان تروحي تشتغلي. بعدين منيح اللي صار هيك. شوفي. شوفي الشهادات اللي هون. لك ألمانيا ها. ألمانيا وتركيا صاروا معترفين بشهادات جامعة المحرار. ما مثل شهادات النظام. لك حتى النظام فيهم ذات نفسهم معترف عليهم. لك ما سمعتني كمان بهذا اخر خبار. طبع جامعة ادلي. لا والله. صارت من جامعة حوض المتوسط ومستويات عالة جدا كمان. انا بمفهم الهاكي. لك هذا غير كوادر التعليم اللي اصلا ها اصلا هوني افضل من تعيتي النظام. كمان. لك اعمل لي. ايه يه 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 طبقه على الغازي على الناس. بد روح شوفها بد روح شوفها. لك تعالي لك تعالي لك تعالي لحكي لك على الجامعة. بس انتها بس انتها بس انتها بس انتها بس انتها اعزائي المشاهدين. خبرنا لهذا المساء عاجل. لان مضمون الخبر عاجل القطار السريع والعاجل. قطار الاحلام. اصبح اليوم حقيقة. ومتاح في سوريا بعد ان طورته شركة العجلة من الشيطان. لن نشوقكم اكتر في العناوين وسندخل في التفاصيل. معنا الان على الهواء مباشرة المدير شركة العجلة من الشيطان السيد سريع ابو سكة. ليحدثنا اكتر عن هذا الانجاز الوطني. اصعد الله مساءكم استاذ سريع. ممكن تستعشر وتحدثنا عن هذا الانجاز الوطني قبل ما تنقطع الكهرباء على السريع. طبعا هذا وبعد ما صار عنا كميات هائلة وضخمة جدا من الحديد. بعد ما انشأنا معامل التكرير نفايات وصهرنا المخلفات المعدنية. اسم على مسمى استاذ سريع ما شاء الله. بس ممكن تستعشر قبل ما تنقطع الكهرباء لو سمحت. طيب طيب ماشي يا ابني. قلنا شو بدنا عمل بها الحديد. خطرطنا خاطرة وفكرة على السريع. انو نطور قطار سريع ما في اخوه بالشرق الاوساط. فطورنا له القطار ايضا على السريع. وانشأنا سكة حديدي تربط العاصمة دمشق بالحسكي اقصى الشمال. تساعد اكتر في رحلة العاملين والمهندسين بقطاع النفط بجزيرة السوري. ونوفر عليهم وقت ومجهود. ولكن المشكلة اللي نواجهها استاذ لو سمحت لو سمحت. بلا مشاكل هلأ. وخلينا فرحانين بها الانجاز الوطني. الاخبار عنا بتقول انه القطار راح يربط القارتين الاسيوي والافريقي. ما صحت هذا الخبر. صحيح صحيح يا ابني معلوماتك قيمة وحسري. لما انشأنا السكة فضل عنا شوية حديد. قلنا لك صارت وصارت يا زلمي. كملوا هالسكة شمالا لآسيا. وخلينا نربط القارة الافريقي بالقارة الاسيوي. وبالمرة من الحملة جميلة. ومنا منعزز اقتصاد البلد يا ابني. عن طريق بناء استراحات لبيع الشاي والحمراء الطويل الفاخرة للمسافرين. طيب استاذ اوسكة ممكن تحكي لنا عن آلية الترويج اللي ممكن تتبعوها لإقناع المسافرين في تجربة الرحلة على متن القطار؟ بكل سرور. عم نفكر ونضيف انترنت مجاني داخل القطارات. بالاضافة لكتابة عبارات على البلالير الخلفي. مثل اسرع ولا يهمك مدام في اسعافة لماك. ولا تلحقني مخطوبة. وهيك شغلات تبعات السيارات عرفتها اتي. طيب استاذ ابو سكة ممكن تحدد لنا سرعة هذا القطار؟ صدقا ها. من شان نحطك بالصورة ما عندي اي فكرة عن الموضوع. بس العساكر اللي ملاعين هدون البناوبو هون سمعتهم عم يقولوا حلوة معنا. بكرة نصير انه نروح بالقطار على الحسكين عفشلنا كان بيدون نفط. ونرجع خلال ساعة. فاستنتجنا من كلامهم يا معليم. ساعة روح تقسيم اثنين. اللهم اه ايوة. اذا قسمنا ساعة اثنين بيطلع يعني روحنا الصاعة ورجعنا الصاعة. عوضا عن تسع ساعات سابقا. اه ما شاء الله با انتو سريع كتير هالقطار. لك اي اي يا زلمي وعقد ما انو سريع هيكون نشيت ما اني عارفانين كيف نوقفوا ونركفاء. كيف ما عارفانين انتو قفوا ليش ما راح يوقف على المحطات. لك ما هي هون المشكلة يا ابني انو نسينا نعمل محطات وقوف. لا فعلا قطار الاحلام. الى هنا ونصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ونشكر السيد سريع وسكة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم ولا بالاحلام. اشتركوا في القناة